قامت قافلة طبية نظمتها جماعة تنتا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتوقيع الكشف الطبي على 1276 مواطنا في مركز قطور بمحافظة الغربية وصرف العلاق لهم بالمجان فضلا عن تحويل 69 حالة إلى مستشفى تنتا الجماعي لتلقي العلاق هذا ويستهدف تنظيم جماعة تنتا للقوافل تقديم الرعاية الطبية للمرضى بالقرى الأكثر احتياجا مع تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى جماعية لإجراء العمليات الجراحية اللازمة تحت إشراف لكوادر طبية متميزة